بسم الله الرحمن الرحيم قال الشوكاني رحمه الله احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة حتى قال الشافعي روى روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم وقال البخاري في جزء رفع اليدين روى الرفع تسعة عشرة نفسا من الصحابة وقد نبه بعضهم أن الذي في كتاب رفع اليدين للبخاري أنه قال روى الرفع سبعة عشرة نفسا من الصحابة فحصل الوهم للشوكاني وقد سبقه إلى ذلك العيني والصواب الذي جاء عن البخاري أنه سبعة عشرة نفسا من الصحابة كما نبه المحقق على ذلك قال وسرد البيهقي وفي السنن وفي الخلافيات أسماء مر والرفع نحوا من ثلاثين صحابية وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة قال البيهقي وهو كما قال وعلى هذا فالقول بأن هذا ليس بسنة أو أن هذا لا يجوز فعله هذا قول بعيد قال الحاكم والبيهقي أيضا ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة وروا ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع وستأتي هذه المسألة لكن المراد هنا أن الرفع هذا الذي عليه عمل الناس قال البخاري في الجزء المذكور قال الحسن وحمايد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثني أحدا منهم قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه والبخاري رحمه الله عند أن ألف هذا الجزء الذي سماه رفع اليدين إنما أراد أن يرد على الذين يقولون بعدم المشروعية وذكر فيها من الأحاديث الكثيرة قال وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلقوا خمسين صحابية منهم العشر المشهود لهم بالجنة أي هذا الذي ذكر في كتب السنة بغض النظر هل هذه الأسانيد كلها صحيحة أم أن بعضها فيها كلام قال الحافظ في الفتح وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضي الله عنه فبلغوا خمسين رجلا ومن هو شيخ الحافظ بن حجر أبو الفضل أبو الفضل شيخ بن حجر من هو عندك حاتم العراقي نعم الذي تقدم هو شيخه قال واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمر عند مسلم وأبي داود قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما لأراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة وهذا الحديث إنما جاء كما سيأتي في الرواية التي بعد أنهم كانوا يصنعون ذلك في التشهد أي أنهم عند التشهد كانوا يحركون أيديهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الناهي الذي هو قوله أسكنوا في الصلاة أي أتركوا هذه الحركة التي تفعلونها في التشهد فيحمل الحديث ويحمل هذا الناهي على هذا الموضع لا على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام على الصحيح وهذا هو الذي فهمه جماهير العلماء قال وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص فإن مسلم الرواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين وهذا يصنعه بعض العامة حتى الآن أنه يسلم ويتحرك ويسلم ويتحرك وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله إذن فالحديث سببه تحريك بعض الصحابة أيديهم في التشاهد عند السلام فليس المقصود به عند تكبيرة الإحرام فلا يصلح أن يكون هذا دليل للمنع ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثبوتا متواترا كما تقدم يعني معنى كلام الشوكاني أن قوله أسكنوا في الصلاة عام لا يصلح أن يفسر فقط في التشاهد هذا متى هذا إذا لم يأتي دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام أما وقد ثبتت الأحاديث وتواترت فلا يصلح أن يحمل ذلك العام الحديث العام على كل أفعال الصلاة وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربما نازع في هذا بعضهم فقال قد تقرر عند بعض أهل العل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص الطرح وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهم لا يجمعون إلا على أمر فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على أنه قد ثبت من حديث بن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى فكيف يطرح مثل هذا الدليل وعليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حتى الموت وأيضا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمع عليه كما في شرح الغاية من كتب الأصول غاية السول في علم الأصول وغيره وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس بلفظ من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له وبما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة بنحو حديث أنس وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس إنه موضوع فلا يصلح الاستذلال به وهو حديث مكذوب وقد قال في البدر المنيرين في إسناده محمد بن عكاش الكرماني أو الكرماني قال الدار القطني يضع الحديث وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات إذن فكل ما استدلوا به من الأحاديث أو القواعد الأصولية في ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا يصح الاستذلال بها أما ما جاء من الأحاديث فما كان صريحا أو ما كان صحيحا فليس فيه دليل كحديث جابر بن سمرة وأما القواعد التي ذكروها فإنها لا يصح الاستذلال بها في هذا الموطن مع وجود الأحاديث المتواترة من فعله صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك إذن انتهينا من هذه المسألة وهو أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة مستحبة عند جماهير العلماء رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير أوصلهم بعض أهل العلم كالعراقي إلى خمسين صحابيا ومنهم العشرة المبشرون بالجنة وماعد هذا القول من الكراهة أو التحريم والبدعية أو من الوجوب فهي أقوال مرجوحة قال وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنا لها يعني هل يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر يعني هل يرفع يديه قبل التكبير أم بعد التكبير أم مع التكبير هذه الثلاث الصفات قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ومع ذلك فقد اختلف أهل العلم فيها فمنهم من أخذ بالصفة الأولى ومنهم من أخذ بالصفة الثانية ومنهم من جعل الصفات سواء والصحيح أنه يجوز العمل بإحدى هذه الصفات أو بإحدى هذه الكيفيات فإنه قد ثبتت بها الأحاديث قال ففي بعضها ففي بعضها قبلها يعني يرفع يديه قبل تكبيرة الإحرام كحديث ابن عمر الآتي بلافظ رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم كبر وثم هذه تفيد ماذا الترتيب مع التراخ يعني أن التكبير كان بعد رفع اليدين وهذه الكيفية قال بها أحمد وإسحاق أحمد في رواية واختارها جماعة من الشافعية وجماعة من الحنفية وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلافظ كبر ثم رفع يديه وهذا واضح أن الرفع كان هنا بعد التكبير وفي بعضها وهذا هي الكيفية الثالثة ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب بلافظ كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه والواو هنا تفيد ماذا تفيد الاشتراك بمعنى أو الاقتران أو المعية بمعنى أن ما قبلها وما بعدها احتمل أنهما حصل معا تقول جاء الأمير والجيش هذه إذا كانت معية معنى أن الأمير جاء مع الجيش أو الجيش جاء مع الأمير وهكذا جاء زيد وعمر بمعنى أنهما جاء معا ويحتمل أن هذا قبل ويحتمل أن هذا قبل فهي لمطلق الجمع قال وفي ذلك خلاف بين العلماء والمرجح عند الشافعية المقارنة قال الحافظ ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع وهي الكيفية الثالثة التي جاءت في حديث بن عمر الذي أشار إليه الشارح وأنه سيأتي في كلام المؤلف إذن ثبت عن الفقهاء القول بالكيفية الأولى والكيفية الثانية والكيفية الثالثة يقول الحافظ لم يرى من قال بها ما هي الكيفية الثالثة أنه يبدأ بالتكبير الله أكبر ثم يرفع يديه علق الشيخ الألباني على كلام الحافظ بن حجر في تمام المنة مئة وثلاثة وسبعين فقال بلى هو قول في مذهب الحنفية يعني ليس كما قال الحافظ أنه لم يقل به أحد بل هو قول في مذهب الحنفية قال وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به هذا كلام الألباني رحمه الله فعلى هذا فيجوز العمل بأي كيفية من الكيفيات الثلاث إما أن تكبر ثم ترفع يديك أو ترفع يديك ثم تكبر أو ترفع يديك وتكبر مع الرفع وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي عليه أكثر أهل المذاهب أنه يبدأ بماذا الرفع أنه يبدأ بالرفع لأن هذه الرواية المشهورة في الصحيح والصحيح أنه قد ثبت بالثلاث الكيفيات قال ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير وهذا صريح أنه جمع بينهما وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه وهو المرجح أيضا عند المالكية وقال فريق من العلماء الحكمة من اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى عند أن يقول الله أكبر الذي يسمع حتى لو لم يرى الإمام يعلم أنه قد كبر تكبيرة الإحرام والذي ينظر إليه وهو لا يسمع يراه رفع يديه فيعلم أنه قد كبر وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة وعن عقب بن عامر أنه قال لكل رفع عشر حسنات لكل أصمع حسنة وهذا موقوف انتهى وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال لإجتهاد فيه هو بالتمهيد من عبد البر هذا إذا صح سنده هذا ينظر إذا صح سنده قال هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وسيأتي الكلام على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط إذن كم أخذنا في هذا الدرس الذي مضى كم مسائل كم مسائل أخذنا في الدرس الذي مضى أخذنا مسألتين الأولى حكم رفع اليدين هكذا أقول حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام المسألة الثانية متى يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل قبل التكبير أم بعده أم معه والذي ثبت أنه يرفع قبل وبعد أو بعد أو معه وأما حكم الرفع فهو مستحب عند جماهير العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر الأحاديث في ذلك ترجمة نانسي قنقر